السلام عليكم مباشرة ودون مقدمات قدمك ستخبرك عن أمراض ربما تكون خطيرة في القلب والكبد والكلا وحتى في العقد اللنفاوية وربما تخبر عن حدوث جلطة وعندما تصاب بألم القدم يجب أن تعرف الأسباب الحقيقية ففي بعض الحالات يكون ألم القدم خطيرا ويحتاج التوجه إلى الطوارئ إذا كان لديك تورم أو وذمة في القدم وقمت بالضغط بإصبعك على الورم الموجود في قدمك لمدة عشرين ثانية وبعدها رفعت الأصبع وبقي أثر الأصبع على القدم على شكل حفرة وهذا ما يسمى بالوذمة الانطباعية إذا بقي هذا الأثر فالأسباب ستكون إما قلبي أو كبدية أو كلوية أو تناول ملح زائد أو بسبب الجلوس لفترات طويلة أو بسبب جو الحر الشديد أما إذا لم تترك إصبعك أثر على القدم فالسبب هو مشكلة في العقد الإنفاوي والجهاز الإنفاوي وهذا ما يسمى بداء الفيل أو قدم الفيل وغالبا ما تكون في قدم واحدة وناتجة عن التهاب الآن سأتحدث عن أهم أسباب تورم القدمين واحتباس السوائل في القدمين وهنا الحديث عن تورم القدمين غير المترافق مع ألم أولا تورم القدمين يمكن أن يحدث بسبب الجلوس لساعة طويلة في السفر أو المنزل أو العمل هذا الجلوس الطويل سيؤدي إلى عدم عودة الدم إلى الأعلى يعني ما يسمى بالركودة أو الدم الراكد بسبب عدم عمل العضلات في الطرف السفلي والمساعدة في ضخ الدم إلى الجزء العلوي من الجسم فيحدث التورم في القدمين الحل ببساطة الوقوف والمشي ولو 3 إلى 4 دقائق كل ساعة مع تحريك مفاصل الجسم وهذا يمنع حدوث التورم ثانيا تورم القدمين بسبب تناول الملح بشكل غير منظم وبمقدار أكبر من حاجة الجسم فالإكثار من ملح الطعام أو تناول الموالح والمخللات بالإضافة لارتفاع حرارة الجو والتعرق كل ذلك يمكن أن يكون سببا لتورم القدمين وهنا وضع القدمين في ماء بارد سيكون مفيدا وأيضا تناول الماء 2 إلى 2.5 لتر ماء يوميا وطبعا ما نتناوله من مشروبات خلال اليوم محسوب من ضمن هذه الكمية من الماء وفي هذه الحالة فإن الاستلقاء والتمدد على السرير ورفع الطرفين السفليين مفيد جدا ثالثا تورم القدمين يمكن أن يحدث بسبب مشكلة في الكلا وهنا إضافة لتورم القدمين المريض يشكو من رغاوة في البول تستمر بعد التبول لفترة طويلة في الحمام وهذا يكون مترافق مع وجود زلال في البول يعني بروتين لذلك عند إجراء فحص بول ووجود بروتين أو ألبومين في البول فإن هذا التورم يشير إلى مشكلة كلوية بحاجة للمتابعة مع الطبيب وعلاج فوري رابعا تورم القدمين يمكن أن يحدث بسبب مشكلة في الكبد وفي هذه الحالة فإن المريض يكون لديه إضافة لتورم القدمين بطن كبير وأحتباس للسوائل في البطن وتورم القدمين يكون بسبب نقص البروتين في الدم عند مريض الكبد خامسا تورم القدمين يمكن أن يحدث بسبب فشل القلب وهذا يعني عدم قدرة القلب على ضخ الدم بالشكل الطبيعي والكفاءة الطبيعية هذا سيكون سببا لتورم القدمين ومريض فشل القلب إضافة لتورم القدمين يكون لديه إحساس بالتعب لمجرد المشي لخطوات بسيطة ويشعر المريض أيضا بصعوبة في التنفس عند الاستلقاء على السرير وهذا يجعله ينام على أكثر من وسادة كي يستطيع أن يتنفس سادسا هناك حالة من تورم القدمين مترافقة مع ألم شديد جدا وفجائي وفي جهة واحدة فقط غالبا هذه الحالة تحتاج لإسعاف إلى المستشفى مباشرة والسبب في معظم الأحيان جلطة في الطرف السفلي سابعا تورم القدمين يمكن أن يكون مترافق مع ألم بسبب الدوالي وهنا الألم ليس فجائي إنما ألم مزمن هذا يحتاج لرياضة ورفع القدمين وعدم الجلوس لفترات طويلة وارتداء جوارب خاصة للدوالي تساعد في تحسين عودة الدم إلى الأعلى وتخفيف التورم والألم وبعض الحالات يكون لابد من إجراء جراحي طيب هناك أسباب بسيطة وهناك أسباب خطيرة للألم في القدم والتنميل في القدم واحد إذا كان التنميل في القدم مترافق مع ضعف وعدم القدرة على الوقوف والحركة إذن تنميل ومعه ضعف الحل مباشرة إسعاف إلى المستشفى العلاج إسعافي وسريع والتأخير يمكن أن يكون خطيرا على صحة وحياة المريض يمكن أن يكون السبب نزيف في المخ أو جلطة في المخ اثنين هناك ألم في القدم يمكن أن يكون سببا لبتر القدم ألم كبير جدا وحاد عند المشي يجبر المريض على التوقف عن المشي ويخف هذا الألم مع الراحة وأيضا هذا الألم يمكن أن يوقظ المريض من النوم وعند الجلوس على طرف السرير يخف الألم هذا الألم يمكن أن يكون بسبب تصلب الشرائين أو تضيق الشرائين عند حدوث هذا الألم الرهيب استشارة الطبيب وإجراء دوبلر أو عيهام جدا والمريض يحتاج لقثرة ويعائية إسعافية وللأسف إهمال هذا الألم وعدم استشارة الطبيب وحدوث مضاعفات وخثرات يمكن أن يؤدي إلى تموت القدم وبتر القدم وهذا ما نجده عند عدد كبير من المدخنين وعند مرضى السكر غير المضبوط والسكر التراكمي المرتفع غير المضبوط أيضا وعند عدد كبير من مرضى البدانية ودهون الكبد وارتفاع الدهون الثلاثية ثلاثة التنميل في القدمين وفي أطراف أصابع القدمين وأحيانا يكون مترافق مع تنميل بأطراف أصابع اليدين هذا يشير إلى التهاب عصاب طرفية نشاهده للأسف عند بعض مرضى السكري غير الملتزمين بالحمية والعلاج ويكون السكر الصيامي مرتفع دائما وأيضا السكر التراكمي مرتفع الحل هو الالتزام بنظام حياة وتغذية صحيين وضبط السكر الصيامي والسكر التراكمي ضمن الحدود الطبيعية وتناول فيتامين بي كومبلكس وممارسة الرياضة والمشي يوميا لمدة نصف ساعة ومن لا يستطيع المشي والرياضة لأسباب صحية بإمكانه إجراء تمارين خفيفة للقدمين واليدين وهو بوضعية الجلوس هذا سيكون مفيد جدا لعلاج التهاب العصاب الطرفية أربعة يمكن أن يشكو المريض من تنميل في طرف سفلي واحد والتنميل مترافق مع ألم والألم يكون في منطقة الإلية في المنتصف وهذا ما يسمى عرق النسى أو عرق النسى أو عرق الأنسر والسبب هنا انزلاق غضروفي ضاغط على العصاب ويمتد الألم بسبب هذا الانضيغات في الناحية الخلفية من الأعلى إلى الأسفل بدءا من الإلية ويصل إلى القدم ألم وتنميل استشارة الطبيب ضروري والعلاج الطبيعي هام وضروري للتخلص من الانزلاق الغضروفي وإزالة الضغط عن العصب وعودة الفقرات والغضروف إلى الوضع الطبيعي خمسة وجود ألم وحرارة عالية بأسفل القدمين ويمكن أن يترافق مع ألم في الأصبع الأول الكبير في القدم يمكن أن يكون السبب النقرس وارتفاع اليوريك أسيد وفي كثير من الأحيان يكون المريض لديه سكر عالي وسكر تراكمي عالي أو مقاومة إنسولين وهو لا يدري وبالتأكيد له علاج وحمية غذائية ستة يمكن أن يكون الألم بالقدم ناتج عن شد عضلي يأتي خاصة بأصابع القدم وهذا الشد وهذا الألم يخف عند إرخاء العضلة وإرخاء أصابع القدم وأهم سبب هو نقص الكالسيوم وأيضا عند التعرق الشديد في الجو الحار وفقدان الأملاح لذلك تعويض السوائل والأملاح وشرب الماء هام جدا وأحيانا يكون السبب نقص الماغنيزيوم الحل يكون بتناول الماغنيزيوم والكالسيوم من خلال التغذية الصحية والمكملات الغذائية سبعة الألم في القدم يمكن أن يكون بسبب الشوكة العظمية اسمها شوكة أو شوكة عظمية أو منقار عظمي العلاج يمكن البدء باستعمال حذاء طبي طري وإسفنجي خاص بهذه المشكلة وفي كثير من الحالات يكون مفيدا وكافيا بعض الحالات المتقدمة تحتاج لحق موضعي في عيادة الطبيب وبعض الحالات يكون لابد من استئصال الشوكة جراحيا أخيرا أرجو أن أكون قد وفقت في تقديم الفائدة لكم جميعا وأرجو من كل من يتابعني ويحبني في هذا الفيديو وفي كل الفيديو أقدمه أن يدعو لروح أمي الحبيب الغالي أم نوار بالرحمة والمغفرة من يرغب بالتواصل معي يمكن التواصل فقط عن طريق ميزة الانضمام واختيار مستوى ذهبي أحمر فيه واتساب عذروني لا يمكن الإجابة على العدد الكبير من التعليقات والأسئلة أنا أهتم وأقرأها جميعا وأختار من أسئلتكم مواضيع هامة وشائعة وأسئلة متكررة وأجيب عليها بفيديوهات شكرا لفريق الإعداد في قناتي وأخص بالشكر زوجتي الفاضي للدكتورة أكابر خضور علي استشارية بالأمراض الباطنة والغدد والسكري واختصاصية بالتغذية والتي نعمل سويا في صناعة محتوى قناتي كما نعمل سويا في نفس العيادة وذات التخصص دعموا قناتي بالمشاهدات واللايك والتعليقات وشاركوا الفيديو شاهدوا الفيديو أكثر من مرة واكتبوا بالتعليقات الاسم وفي أي بلد تعيشون وتقيمون أحبكم جميعا عائلتي الجميلة على الدكتور نوار علي بحفظ الله ورعايته